وقلت لكم أن دايماً أعداء الإسلام دايماً عنهم دايماً على قتل هذه الأخلاق في نفوس الناس وهم بيقوا دايماً حريصين كده بيدوروا على أهم خلق يميز الأمة ويبدأوا يطعنوا فيه ويبدأوا أن هم فعلاً يعني يحاولوا قد مستعر أنهما يقتلوه بين الناس وقلت لكم أن لو مات الحياء ماذا لو مات الحياء ماذا لو مات الحياء واحد سيظهر ذلك في معاصي تظهر من العبد بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى لأن أهم صورة من صور الحياء هي حياء العبد مع ربه سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه استحيوا من الله حق الحياء قالوا يا رسول الله إننا نستحي من الله والحمد لله قال ليس ذلكم ولكن الحياء أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى فلما تلاقي إنسان بيأكل رشوة أو بيأكل حرام ده دلالة إن الحياء عنده فيه مشكلة وده دلالة إن الإنسان ده محتاجي راجع الإيمان مرة تانية ولما نلاقي إنسان في يوم من الأيام عينه دايما لنظرات النظرات دايما راحة للنساء في الشوارع نظرات محرمة نظرات تحس إن العين هتطلع يعني تفترس البنت اللي أمامها نعرف يقينا إن ده دلالة على قلة الحياء لأن النبي قال وليحفظ الرأس وما وعى إنه يحفظ رأسه الجوارحه يعني الجوارح الموجودة في الرأس ولما نجد في يوم من الأيام إنسان دايما يعني بيسمع أشياء والعياذ ولا غير صحيحة أو غير طيبة أو غير يعني شرعية نراجع حيائك فبيظهر دايما في معاصة تظهر من العبد يظهر كذلك أيضا في فحش القول تلاقي دايما ألفاظه سيئة للغاية لا يتكلم إلا بالفحش من القول وقلت لكم دايما كان النبي بيجمع بين المتضضين الحياء والفحش فيقوله صلى الله عليه وسلم ما كان الحياء في شيء إلا زانة وما كان الفحش في شيء إلا شانة فالنبي يقول لنا إن يوم الحياء بيزون من قلوب الناس بييجي في المقابل على طول فحش فتلاقي دايما إنسان والعياذ بالله لسانه سيئ في غاية السوء دايما ألفاظه والعياذ بالله فيها يعني لا يتحملها إنسان بعض الناس كده تجلس معه تسمع بس ألفاظه والله يعني تصب قشعريرا في جسدك من سوء ما يتكلم بعض الناس تسمع منه كلام يعني تصب الغثيان من شدة وسوء هذا الكلام الفحش في القول منها كشف أسرار البيوت وأنا أعني بالبيوت ما يكون بين الرجل وأهله وذكرت لكم أن النبي صعصامة قال إن من أشر الناس منزلة الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل ثم يصبح فيهتك سترها دا أنا عملت دا أنا فعلت دا أنا سويت والنساء اللي بيعودوا مع بعض وتحفي كل واحدة منهن ما يكون بينها وبين زوجها في الفراش دي كبيرة من الكبائل عند الله سبحانه وتعالى وصاحب هذا الفعل من أشر الناس منزلة عند الله سبحانه وتعالى الناس اللي عادي عندها تتكلم في هذه الألفاظ وتتكلم بهذه الأشياء يا جماعة هذا فحش من القول هذا فحش من القول دا دلالة إن الحياء مقتول في القلب دا دلالة إن الحياء مقتول في القلب نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية الأمر الرابع وده اللي ختمنا به الدرس الماضي هو التعري إذا كتل الحياء ظهر التعري في علاقة قوية جدا بين الحياء وبين الستر فكلما كان الإنسان رجلا كان أو امرأة أكثر حياءا كلما كان أكثر سترا بيبقى بيتكسف جدا وده دلالة على الإيمان ده دلالة على الإيمان كلما فعلا كان العبد كده عنده حياء ما شاء الله لك وتسأل بالله يعني خلاص ده دلالة على إيمانه الإيمان والحياء ده يجيب معهم على طول ستر وده اللي قلت لكم الدرس الماضي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن موسى إن موسى كان رجلا حييا ستير حياء وستر ودائما تلاقوا الصفاتين مقرونين مع بعض مع الأنبياء وفي صفات الله سبحانه وتعالى إن الله حيي ستير إن موسى كان حييا ستير ليه يا رسول الله تجمع بين الاتنين أسلهم الاتنين مرتبطين ببعض أصلا على قدر وجود الحياء على قدر وجود الستر فشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى كان حييا ستير وكان بني إسرائيل يغتسلون عراء وأما موسى فكان لا يرى من جلده شيء